موسيقى صباح الخير لكل مشاهدين الام تيفي اليوم خميس الغسل مثل الليلة المسيح جمع كل تلميزو وتعشى مون لآخر مرة وكان عارف انه يوداس رح يسلموا للرومان وايضا منعرف انه عشنا هالجمعة جمعة الاليم وانه في درب الصليب المسيح مشي على درب كتير حلو وكان ماشي وعارف انه هو رايح صوب الصليب تايخلص البشرية من هيك نحنا وخاصة لبنان مشي على درب الصليب وتقلم قبل ما يوصل على اخر الام لانه هيدا رمز ايضا انه لبنان اتعذب كتير واللبنانيين تعذبوا كتير ولكن عطول نحنا الامل هو اللي تفوق على الالم وايضا نحنا منقامن بالقيامة لبنان ما بيموت واللبنانيين اللي بعيشوا الايمان مزبوط وبيعيشوا درب الصليب بكل معناته بيوصلوا على الايمان واليوم بكتابنا اللي رح نحكي عنه لبنان بيوتي بياند بيليف أو لبنان جمال يفوق الايمان رح نحكي عن الحب للوطن اللي هو ايضا حب لله واللي بيحب الله بيحب وطنه واللي بيحب وطنه بيأمن بالله بحب رحب بستوديوية الامل تيفي بالنقيب جمال السعيدي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك مرسي كتير أنا بدأت شكرك على الكتاب الرائع شكرا لك حضرتك نقيب صيبئ للمصورين الصحفيين واليوم حضرتك رئيس الفخرة رئيس الفخرة لها النقيبة وأيضا بسأول عن لبنان وسوريا والأردن والأردن ولكت الأنباء رويترز أهلا وسهلا فيك بعرف أنه قبل أكتر من 35 سنة حضرتك عم بتصور لبنان والمنطقة بالحروب ويمكن كل تفاصيل التفاصيل اللي يمكن البشعة اللي أنت خلتها ليحطوها بكل هالصحف حتى يتوصل للرأي العام لكن اليوم بكتابك الجديد نقيب منلاقي أنه نظرتك صارت الأجمل للبنان وعم بتخلينا نفهم أنه وطننا من أجمل الأوطان مش لأنه وطننا لأنه هو عنجاد مثل ما بيقول بديع الصافة أطعى من السماء وعرض مؤدسة مؤدسة وحقيقة نحن عم نعيشها حبيت أنا يعني شكرا للمقدمة الحلوة واللي هي كتير حقيقية فعلا من كل الأحاسيس الناس اللي بيحبوا هذا الوطن وانطلاقا من هون أنا رحت انطلقت لكل المناطق اللبنانية وفكرت أني أعمل هذا الكتاب تيكون رسالة ومسج لكل اللبنانيين بالداخل وبالخارج نعم أنه لبنان الجمال تعوله بفوق الخيال وبفوق الإيمان لأنه إذا كان نحن لدينا الإيمان ونؤمن بهذا شيء لازم نحب وطننا ونحافظ علينا نعم نعم على كل حال ممكننا عم تحكيني تحت الهواء قدي حدثتك بتآمن بالاختلاط الديني والثقافي اللي نحن هده هو غنى للبنان والتعايش هو أجمل شيء يعني هده رسالة بحد ذاتها أنا حبيت أكس من خلال كتابي هيدا التعايش اللبناني من وقت لوقت بيختلفوا بالسياسة بس أني عايشينه اللبنانيين كشعب عم بحكي فوق السياسي وفوق كل التنقضات وفوق كل المشاكل نعم شيء أم أبو نحن هيك نحن موجودين بكل تفاصيل حياتنا الاجتماعية من كل الطواقف نحن منحتفل مع بعضنا نحن منشارك بعضنا كل الأعياد وكل المناسبات فبهذا الكتاب فرجي كمان كيف اللبناني بيحتفلوا بالمناسبات الدينية موظبوط يعني أنا مثل ما قلتلك أنه لبنان بيوتي بيان بليف هو كتاب بتجمع فيه كل الأمور اللي بيعملوا لبنان من الطبيعة للتراث للتقاليد للأديان للأماكن اللي بيقدروا يفوتوا يمارسوا فيها التقوص الدينية صح صح عم بيقولون أنه تذكروا أنه أنتوا بعضكم يعني اللبنانية اللي عمالي تتخانقوا اللي عمالي تختلفوا على كل شيء بس هذا لبناننا بالآخر وبالأول ولكل المغتربين اللي عايشين بالعالم نعم أنه تعووا لبنان بعده لبنان شاركونا بالحفاظ على هادي هادي رسالة كتير كبيرة لأنه لبنان لكل اللبنانيين وكل الأفريقاء بلبنان وبرات لبنان اللي بيأمنوا بهذا الوطن الكتاب 152 صفحة ورح نطلب من الرجي أنه نبلش نشوف الصور الرائعة كتبته وقدمته لابنك يعني شارك فيه أيمن ومدامته كارا اللي هي كتبت التكست تحية إيلون لأنه منهم بلبنان تحية إيلون وتحية لزوجتي ولعائلتي لأنه هني شاركوني زوجتي سمر هي كانت معي بكل التفاصيل وللكتاب اللي لما كنا عم ننتقل من منطقة لمنطقة وكانت هي كمان عمالة شاركني بعيونها على كل حلو كتير عكو حل عم نشوف على كل الصور اللي لازم اللي لازم كنا نسلط الضوء عليها أكيد هلا أنا بعرفك أنه كنت لك 35 سنة عم بتصور يعني شو عم بيصير الأحداث اليومية السياسية الأمنية بالمنطقة وفجأة انتقلت إلى كتير جميل جدا ما منشوف صورة منشوف إحسيس منشوف يعني كأنه حضرتك رسمت هالصورة بذهنك ورجعت لطقتها تدفعتين إياها يعني في حب في شرف في شرف في شرف وفي حقيقة يعني منحس أنه بعد شوارح يتحرك الناس اللي عم نشوفها أو العصفوغ يعني الخبرنا اللي انتقلت لحبيت تعمل هذا لأنه فعلا هي متل ما عم بتقولي كارين أنه أنا انتقلت من الجحيم للنعيم بهذا الاكتراب في نعيم نعيم نحنا كنا في الدينو أنا كنت أكتر انتبه للإشياء اللي فيها قصص سياسية وأمنية ومشاكل سلبي وصلت الضوء وصلت الضوء عليها فأنا وصلت لمرحلة إنه لأ هذا اللبنان اللي أنا شغلني ووصلني كبرني أعطاني كل هذه الفرص بالحياة إنه أنا من واجبي إن أعمل هذا الشيء الحلو الموجود ببلدي ورجع أنا صلت الضوء عليه من خلال هايدي الصور اللي نحنا بنعيشها ونمر من حدها كل يوم بس ما ننتبه لها شو في فرق بين التصوير الصحافي والتصوير الفني يعني اليوم موقتها تكون عم تلتقت صورة يمكن لانفجار كيف لازم تاخد الصورة وإذا عم تاخد طبيعة جميلة حلوة للبنان كيف لازم تاخد؟ كله فن بالآخر كله فن لا لا قلت كذنو والانفجار بشع كانفجار كحدث لأنه مقلم ببقى بكون كامش كل أعصابي وتعمالي تصوير تطلع صورة مميزة عن المكان اللي بيصير في الحدث بس هدا شيء ألمني كتير طلعت من كل الألم اللي كانت عندي طلعت من كل التوترات طلعت من كل هاي المشاكل ومن كل هايدي الصور انت لقت بالطبيعة وكانت كتير عم تساعدني لأنه انا اخلاص من كل هايدي الصور اللي كانت بزهني على مدى 35 سنة دمار وخراب وحروب يعني كنت كأنه لإلك رسالة سليم مع نفسك يعني من بعد 35 سنة عم تتواجد بأماكن صعبة يعني أنا بعرف شو هيدا الإحساس خاصة أنه حضرت مهرجين التصويري الصحافي ببربينيون هالسنة وكانوا عم بيحكر ريبورترز قدي صعب أنه يكونوا على موقع الحدث ويصوروا هالأمور يعني فيه أحسيس فيه مشاعر كارن هايدي الإنسان مثل كل إنسان عادي عنده إياها المصور بيتحمل كل هايدي الأحسيس والمشاعر اللي بيكون عم يتلقاها بصعوبة مع عدل خطر اللي بيكون عم يواجهه مع عدل خطر اللي بيكون عم مال يواجهه وبيطلع طي يوصل الصور ويوصل بالوقت المناسب الحدث كمان كل هاي الضغوطات النفسية بتأثر عليه آخر الليل آخر النهار بيجي بيعمل هاي المراجعة شائم أبا بدون الوعي يعني هيدا الكتاب نوع من أوتوترابي أوتوترابي نفسي أوتوترابي إذا بدك لكل شي صار عندي من أحداث بالماضي صورتها ما أنه بعدك عم تشتغل مع وكيلة الأنبياء الرويترز يعني بعدك عم بتتشوفها ما زلت بقلب الحدث بعدك بقلب الحدث ولكن لازم لك يمكن كل سنة كتابة هيدا طي طايل عك شوي من الجو طالما أنا عم بتجول بهالمناطق اللبنانية الحلوة أنا عم مالي أخذ النشاط من ثاني وجديد لأنطلق لعملي وكفي عملي بيرويترز نعم الكتاب بدأي أقول من أستار دار نشر ترنينج بوينت نعم وصار التوقيع من أسبوع تقريبا بي قتل وكان في حضور حشد أصحاب محبين أكتر نعم نعم أصدقاء 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 راح نتابع هالحديث ولكن بس من بعد هالواف نعم موسيقى مشاهدينا الكرام منتابع فقرة كتاب مع النقيب جمال السعيدي وكتبه الرائع لبنان بيوتي بيان بيليف لبنان جمال يفوق الإيمان نعم وكنا عم نحكي عن أول قسم الطبيعة وعم تقولي الكتاب أخذ معك سنتين نعم وكنت اتنين بمحلات تتخد وتخد بوقت معي الضو لأنه بيتغير من وقت لوقت والضو هو أساس الصورة صح إذا ما في ضو ما في صورة وفي يقول أنك بشيت لبنان يعني من شماله لجنوبه للبقع نعم كل المناطق اللبنانية الجوالة وشفت أنه في غزلين في صورة فيها غزلين رائعين هادي قلت بمحمية بالبقع هادي محمية تعانى بالبقع الغربي محمية بالضم حوالي سبعمية وخمسين غزل شو حلو وهيدي المحمية بيقدروا اللبنانية يفوتوا عليها بس بدهم تنسيق وموعيد مسبقة وبيقدروا يفوتوا يتجولوا بقلب المحمية ويشوفوا الغزلين حالو كتير شو اللي يعني من كل هال فينا نقول المناطق اللي صورت فيها وكلها خلابة اي منطقة اكتر شي كمصور يعني كعين انت عندك ايها كمصور جلبتك اكتر بالحقيقة هو مشهد الربيع والزهور نعم اللي شدني واللي سحرني على مساحة كتير كبيرة اكتر من الفين متر مربع اللي منشوفها مع زهور الحمر اي اللي هي شقائك يعني نقلاش نحنا بالدار الشقيق نعم الورد يعني الورد هادا الورد الربيعي هو اللي شدني اكتر شي بكل الصور وفي شي تاني كتير مهم هو حبات كماني اني حطوا بالكتاب اللبنانية لما رفعوا العلم اللبناني بالملعب لما كانوا عم يلعبوا فوتبول ضد كوريا نعم انا كنت بدي بحثها على السبار حبات انه بس العلم اللبناني موجود وادا كان فيه هادا الاختلاط اللي فعلا بفرج الوحدة الوطنية بالملعب نعم والروح الرياضية والروح الرياضية اللي مش دائما من لقيها لسوء الحظ ولكن نتمنى نظل نعمل إياه بالقصبة الثانية بتحكي عن الهريتتش تراجر ترديشنز يعني التقاليد التراثية بلبنان ونشوف يعني من المهن الحرفية مثل البرسوفلي وفخار وغيرة أيضا لا كمانا التقاليد بالمونة بالزيتون بالأكل يعني المونة وأيضا التراث بالأعراس كيف بيحضروا العرس بالكنيسة وكيف الأعياد برمضان بيطلع الفرق الدرويش درويش بيصيروا يدوروا بالشوارع كل هدول وبعدين بين كتير أعياد بتسائب أنه عيد الأطحى قريب لعيد الميلاد بتكون شجرة الميلاد قريبية من المساجد بنص وسط المدينة وبفرجي فرح المدينة بالأعياد الموسيقية كمان انطلاقا للموضة وللأزية مزبوط أنا اللي بدي أقوله أنه كمان منشوف يعني اللي ما بيها في لبنان والكتاب بين إيديه بيشوف لبنان المزبوط يعني الطبيعة القلابة التقاليد والمهن والحرفية الحياة الليلية الرائعة اللي معروفين فيها وطلعنا بيروت نمبر وان من سنتين بتايم ماجازين لللايف ستايل يعني كمان الموضة اللي معروفين فيها ومنشوف أنك تحكي كمان كتير عن فنانين اللي هن ما فيك غمز للبنان مثل وديع الصافي فييروت وصباح مرسيل خليفة مرسيل خليفة وكراكلا وكراكلا تحية كلهم كلهم طبعا لأنه هيدولي رمز لبنان الفني والثقافة واللي أنا بحب ضيفه كماني حتى نزلت لها كل الفرق الفنية اللبنانية الشعبية اللي بتعمل استعراضات للدبكة اللبنانية كماني هدي حطيتها وعرضتها نعم حالو كتير كمانا عندك كولتشور اند ريليجينز نعم باوندلس دروب يعني بين الدين والثقافة ده فيه دمج ده فيه اختلاط ده فيه اتحاد هذا الشيء فيه عمق وهذا العمق هو اللي بيشد الآخر تايجي يكتشفوا باللبنان نعم وكل الناس وكل العالم بيحبوا يقروا عن جبران بيحبوا يقروا عن كل الكتاب والمثقفين اللبنانيين عن الفنانين اللبنانيين هذا الكتاب بيفرجي مظبوط كل هود الناس اللي بيسمعوا عنهم بيقلهم الكتاب انه جبران موجود هون ببشري الكاتب الفلاني الفلاني يعني متى كأنه جيد كأنه جيد وبيعرف العالم كيف بدهم يتجولوا بلبنان وكيف بدهم يوصلوا النصره نقيب النصره يعني اليوم بدي اقول انه هيدا مش بس كتاب فيه صور نعم ولكن مزود بنص كتير حلو وتحية كتير كبيرة لكارا كيف يعني انت تحكيها تقولها شو عبيلك تكون بالنص كارا عاشت هون ايه بالايوبي ايه كانت هي بالايوبي ايه وامريكية وزوجة ابنك ايمان اللي هو كمان يشارك ببعض الصور من الكتاب كارا عاشت النفس اللبناني وكارا بكل تفاصيل حياتها حبت لبنان وحبت انه نحن كيف اللبناني بيعيشوا مع بعضهم كيف بيلتقوا كيف بيختلفوا كيف اللبناني متعددي الطواقف كل هذا الشي عنالة كتير كامريكية وهي كتبت من وجهة نظر امريكية عايشة بلبنان تتقولون للبنانية اللي عايشين بالخارج واللي عايشين هون ديروا بالكون على لبنان اللي هو رسالة رسالة طبيعية الهية اجتماعية سقافية لكل العالم اكيدا حلو كتير على كل حال منلاحظ انك ادي عندك شغف للصورة وشغف كبير لوطنك مع ايمان كتير كبير لوطنك وايمان بنفسك تتقدر توصل هالرسالة من خلال هالكتير للبنانيين اللي هون لانه نحن عايشين بوطن رائع ولكن الهموم اليومية السياسية والامنية والاقتصادية بخلونا ما نشوف الا الاشياء السلبية ننسى انه نحن عايشين بجنة نعم لكن لازم نقامن يعني اليوم نحن نقامن ونحافظ عليها نقامن ونحافظ نحافظ عليها وننتبه على هذا البلد لانه لبنان رسالة ما في شك ونحن عايشين بها الرسالة فقدين ايمتا ما في شك فمن خلال هذا الكتاب برجع بقول انه الرسالة لبنان الايم والسقافة والفن والدين يعني كلهم هدول بمثلوا شي اسمه ايمان بلبنان حالو كتير والله واحد وهو اللي جمعنا طبعا ايضا ويعني كل واحد عنده ايمانه الخاص ولكن كلنا اخوة بالانسانية مثل ما قلتلي الله واحد هو اللي خلقنا هو اللي خلقنا وعايشين بهالبلد اللي كتير حلو الله نعم ما في شك الارض المؤدسة اليوم من خلال هيدا الكتاب شو بيطلع يعني خاصة انه بعدك عم تشتغل كمصور صحفي يعني اليوم عم بتواكب الاحداث السياسية الامنية ولكن شو بيطلع عبيلك من بعد يعني حل انجاز لانه اليوم بحسه انجاز هيدا الكتاب بحد ذاته شو بيطلع عبيلك تعمل كتاب تاني يعني بعد عن لبنان او عن رسالة تانية دا عن لبنان دا عنده لبنان انا خلقت بلبنان انا لبناني في شي عندي اسمه مقاومة الانسان اللبناني للحياة يعني واستمراريته بالحياة هذا الشي اللي انا افكر فيه دايما واللي دايما عنده اللبناني الامل بالحياة ما في شك يعني ممكن انا انطلق هذا العنوان الالتاني الجديد اللي انا عم بيشتغل عليه لانه اللبناني بطبيعته مقاوم بيقاوم بكل تفاصيل حياته مقاوم ليوصل للعلم مقاوم ليوصل للعلى صح فانا بحب صليت الضوء على هاي المقاومة وهي المقاومة اللي هي دايما بتوصلنا للعلم حالو كتير وللشهرة كمان وللشهرة للعلم وهي للشهرة كمان ما في شك نحن موجودين بكل العالم ما هيدا هاي رسلتنا كمان انه نوصلن لنقول للبنانيين انه بزبط اللبنانيين اللي معين بكل بلدين العالم عقبل ما كل هاللبنيين اللي عيشين باللبنان نلمعوا باعمالهم لوطنهم وبايمانهم اكيد اهم شي طبعا كله بيرد للبنان بالقاشر ما في شك نائيب نحنا نتشكر حضورك معنا تسلم شكرا نقول لك ألف مبروك عكتابك الرائع شكرا كله بزوء فوالله رد عنك بهالأحداث تطلق عمتثور إشياء جميلة جدا شكرا سهلة فيك مشاهدينا الكرام بكر جمعة العظيمة انشاء الله نقدر نتفن مع المسيح كل الغضب اللي عندنا اياه وكل الكراهية وكل الفساد وكل هالشو بنا نقول قلة العدل وغيرها اللي عم نعيشها انشاء الله الاحد تكون القيامة مش بس للمسيح ولكن لكل قلب بكل لبناني إن كلمة لبنان أو برات لبنان أنا أودعكم اليوم أشوفكم نهار السبت بكتاب أديسون سبيسيال حلقة مميزة عن كمان أكيد يعني العيد والإيامة وأيضاً يعني إن شاء الله تكون فرحة كبيرة نهار السبت النور أنا أودعكم هلا نبقى مع زميلتي رولا موسيقى